مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوتكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العنوين الجماهير المغربية تتلقى خبر سار بخصوص عودة عبدالرزاق حمد الله إلى صفوف المنتخب المغربي وواليد الرقراجي يتخذ هذه الخطوة المفاجئة يبدو أن الأمور ذهبت لفتح الأبواب من جديد للنجم عبدالرزاق حمد الله الالتحاق بالمنتخب الوطني المغربي بقيادة وليد الرقراجي وتكلمت عدد من المصادر الإعلامية عن عودة وشكل اللاعب الاتحاد السعودي لكتيبة المنتخب المغربي التي ستتواجد بمنذ القطر 2022 وكشفت ذات المصادر أن أعيو الناخب الوطني وليد الرقراجي تابعت عن كثب مباريات الأخيرة التي لعبها حمد الله بعد العودة من عقوب التوقيف وقالت المصادر ذاتها أن وليد الرقراجي سيستعين بحمد الله في المباراة الإعدادية للمقبلتين بعدما أعطت الفيفا موافقتها على تمديد المباراة الودية الرسمية للمنتخبات المؤهلة لمنذ القطر قصد الاستعداد الجيد المباراة سيتم خوضهما بعد ودية تشيلي والباراقوي إحدى فوق الأراضي القطرية منتصف نومبر المقبل بعد أسبوع واحد من أول مباراة رسمية بالمونديال أمام منتخب كرواتيا شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله